حلقة جديدة من برنامجكم حج عراقية تقدرون تشوفون كل حلقاتنا عن المواقع اللي تطلع دائماً أسفل الشاشة بالإنستجرام والفيسبوك واليوتيوب وأيضاً تقدرون تشوفونا عن طريق موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com هو إذا نسمح شعارات إنه السلاح لازم ينحصر بي للدولة وكثير من المنشورات بالسوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي نسمحها تصرخ إنه لازم السلاح ينحصر بي للدولة ولكن هل هذه الشعارات الحقيقية اليوم السلاح هل هو بيد الدولة أو السلاح اليوم انتشر عند الناس وعند الكثير من القوات الأمنية تشكوا إنه كوباجات وكارتات تخويلات لمختلف الناس عندهم أسلحة حتى نتناقش في هذا الموضوع وأضرار أيضاً انتشار الأسلحة ويايب الأستود المحل الأمني لستاذ جاسم حنون أنا وسلم بيكستاد أنا وسلم بيكستاد شكراً أستاذ الله أستاذ اليوم موضوع انتشار السلاح خارج الدولة يعني هي معضلة والدولة أول ما تسنمت مناصبها صرحتنا بعد ما كوا سلاح خارج الدولة برأيك أو كوا السلاح اليوم توفى خارج الدولة أو السلاح هو محصوري شكراً جزيلاً دكتور مصطفى حقيقة يجب أنه غير المفهوم أو المصطلح الذي أطلق من قبل القائمين على هذا الملف وهو يجب أن يحصر السلاح بيد الحكومة أنه اليوم هو أيضاً بيد الدولة يعني بعض التشكيلات العسكرية التي خارج الحكومة هي من ضمن الدولة المؤسسة أو المنظومة العشائرية هي من ضمن الدولة نتكلم الدولة من فهمها واسع لكن يجب أن يحصر بيد الحكومة وهذا ما أطلق من القائمين والذين ضللوا الناس على هذه الطريقة اليوم نجد السلاح منتشر ومنفلت وهناك أعصائية عالمية تقول بأن العراق اليوم يقف على كل مواطن عراقي سبعة قطع أسلحة أي أن هذا الأمر خطير جداً كانت اليمن تحتل المرتبة الأولى في العالم على كل مواطن يمني مقابل أربع قطع أسلحة لكن حقيقة اليوم العراق بدأ يعني يأخذ أرقام خيالية بهذا الموضوع أثار ذلك طبعاً على الصراعات الداخلية على موضوع عملية نهب الثروة نعم نعم السيطرة على الموانئ على المنافذ الحدودية السيطرة طبعاً على كافة الملف التجاري وكذلك أيضاً على المؤسسة القرائية والكثير من الأمور التي منها ممكن أن ترزح تحت وطأة هذا السلاح في كل بلدان العالم طبعاً عملية التقنين وكذلك أيضاً ضبط هذه الأسلحة تكون هي من واجبات الحكومة وتكون من الملفات السيادية التي تكون لها أولوية وتكون يعني في واحدة من أهم الملفات التي تتعامل معها الحكومات حتى لا تخرج هذه الأسلحة ومن ثم تستخدم ضد المواطنين لأن هناك من يريد أن يستحوذ على هذه الأسلحة يريد أن يحصل على مكاسب من خلال ترويع وتخويف الناس طبعاً هذا جانب جانب لآخر في بعض البلدان التي وصلت إلى مناطق معينة بحصر هذا السلاح بدأت التعامل مع العتاد أو الذخيرة ما يعرف بالذخيرة وهذا الأمر الذي يجب أن نعمل عليه أنا كنت من المطالبين من يكون هناك منح كافة إجازات حيازة إلى كل الأسلحة واحدة منها معرفة الإعداد للأسلحة التي موجودة صحيح نعم وأيضاً حتى الجرائم التي تقع من خلال هذه الأسلحة تعرف فيها لمن تعود وأيضاً تقوم الدولة على متابعة هذه الأسلحة نعم تمتلك الأحزاب الميليشيات وكذلك أيضاً بعض التشكيلات العسكرية العشائر الأشخاص على مستوى منفرد يمتلكون السلاح الغير مرخص وهذا الأمر أنا باعتقادي ملف خطير جداً هناك إشعارات وإشعارات مستمرة على حصر السلاح في الدولة لكنه على أرض الواقع اليوم السلاح منتشر وأكو ميليشيات عندهم أسلحة والعشائر لحد الآن عندهم أسلحة وده نشوف بختلف المحافظات البصرة قبل كم يوم صارتكم معارك طاحنة يعني كمية سلاح تحسوك حرب برأيك اليوم شوني المفضل يتم التعامل ويها هذه الأسلحة حقيقة أنا في بعدة أسلفت القول أنه موضوع مفهوم السلاح في الدولة وخاطئ اليوم هو نعم في يد الدولة اليوم أين يقع في الدولة العراقية في الأراضي العراقية في المؤسسات العراقية في التشكيلات العراقية في الحزاب العراقية أيضا في المؤسسات المجتمعية المتمثلة بالعشائرية موجود هو اليوم لكن يجب أن يغير هذا المفهوم ما يفرضون عقوبات يسجنون اليوم الموضوع صار خطير نعم اليوم في الشارع من أن نكون في المطعم وكذلك حضرتك إذا نتكلم عن المواطن البسيط أنا كنت في المطعم أن أرى أربعة سلاحة ويحب أن يظهر العالم يضع السلاح هنا وهذا منظر أولا غير لائق وأنا أذكر بالسابق أنني كنت أرى عسكريين وليس سلاحة يعني وأصلا يقول أن هذا عسكري نازل البيتة مثلا فشكوا سلاحة اليوم الموضوع خطير والإحصائيات ذكرته حضرتك أيضا خطيرة جدا برايك شون رادع حتى هذا الموضوع نتجاوز إحنا تماما حقيقة تصدر بعض القرارات وتشدد العقوبات في القوانين العراقية ويجب أن يكون هناك تعديل على القانون العراقي نتكلم عن موضوع الأسلحة هو ضمن قانون العقوبات العراق رقم 111 لسنة 1969 اللي هو رقم 27 اللي هو عملية الحيازة الأسلحة لحد الآن العقوبة مرتها سنة مع مصادات السلاح أنا باعتقادي مع خطورة هذا السلاح واستخدامه في التسليم وسط المسلح والترويع والتهديد وكذلك ضرب بعض المؤسسات الدولة وتهريب سجناء والسيطرة على ثروات يجب أن تشدد أو تغلض هذه العقوبة حتى نستطيع السيطرة بشكل كامل على هذا السلاح الجانب الآخر الموضوع يجب أن تمضبط المؤسسات الأمنية والعسكرية في حال نزولهم في إجازة تمتحهم في إجازة يجب أن لا يخرج معه السلاح لأن هناك بعض الأصابات التي ظهرت وتم الاعتراف هي تمتلك باجات من الحكومة العراقية تستخدم العجلات العراقية الحكومية وأيضا تستخدم السلاح العائد إلى الدولة وهنا يجب أن تكون العقوبة أشهد بهذا الموضوع قد تصل إلى الإعدام حتى نستطيع أن نضغط أو نجد سبيلا حقيقيا بمعرفة الإعداد وكيفية السيطرة عليها وأن لا يستخدم ضد المؤسسات أو ضد المواطنين في المناطق الأمنة والمناطق الماهولة طبعا هذا ملف خطير جدا لا يمكن السيطرة عليه إلا بإعداد خطة استراتيجية يعني تأخذ بنظر الاعتبار يعني الأمن العام الأمن القومي مخاطر هذه الأمور التساعد جريمة الحصول المواطنة على السلاح بطريقة مبسطة هذا العمر طبعا استخدمه حتى الإرهاب استخدم هذا الموضوع في أي بلد يجد أن هناك وفرة من السلاح لو على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أحدا أن يصمم مثلا عبو وناسفة لأن هناك مواد محظورة من البيع لكن الأسلحة الأمريكية موجودة كل العمليات التي حصلت في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي بالأسلحة الرشاشة مثلا في ألمانيا لا يجد هناك السلاح حتى الشرطة لا يحمل السلاح بيستخدمون عمليات الدهز وكذلك أيضا المناطق المكتضة بالناس والمدنيين يذهبون أصاب أنا باعتقادي العقلية الموجودة المتوفرة في داخل الأراق الإجرامية تستطيع أن تحصل حتى على أسلحة كبيرة جدا والدليل عندما ذكرت حضرتك دكتور النزاعات العشارية التي تحصل بسبب يعني الإنفلات والتهريب وكذلك الأموال في داخل مدينة البصرة يستخدمون أسلحة ثقيلة هذه يجب أن تكون بمعية الدولة حصرة هناك يعني في أوقات مؤينة كان يعطون أسلحة خفيفة ومتوسطة إلى بعض الشخصيات التي من الممكن أن تكون هي في جانب مؤتما من قبل الحكومة في استخدامها لكن أن نجد المدفعية ونجد الأسلحة حرب كبيرة جدا وشهدناها على التلفاز واستمرت لمدة أربعة أيام أن لديهم قزين كبير جدا من العتاد والذخيرة وهذا الأمر ينظر بشوم وإن لم تعالج هذه القضية سوف تأخذ ما تأخذ من الحكومة من هيبة الدولة وأيضا من ضعاف القوانين وعدم قدرتهم على إيجاد حلول سريعة وآنية وأنا باعتقاد الجرمة العراقية تتسع وتكبر بسبب هذا الإنفلات الموجود ثالثا للفساد وأيضا وفرة السلاح والنموذج الموجودة يعني في عقلية البعض منهم هو الإرهاب أو الجرمة المنظمة أو تطورها يعطيك يعني مؤشر خطير بأن تذهب الحكومة الصوب وأعطاء هذا الملف أولوية والعمل به والمضي به قدما صح أكيد يعني خالص أنك ناس تطبل على هذه المواضيع يعني تتأولها أكثر ولكن اليوم نحن نشوف كمية الذخيرة الموجودة تدل أن الحدود مفتوحة يعني أبقى ذخيرة قاعدت تدخل العراق وكأن الحدود مفتوحة في تهريب الأسلحة وهذا أيضا موضوع خطير نعم حقيقة يعني العراق منذ فترة يعني طويلة أي بعد عام 2003 وتحديدا منذ عام 2005 يعني بعض منهم رهنة على أن يكون مسرح العمليات وليكون ساحة للقتال الصراعات الإقليمية طبعا تؤثر في داخل العراق بعض الدول تجهز السلاح لكن تستخدم المواطن البسيط العراقي الذي لا يجد عملا لا يجد قوتها يوم تستخدمه كأدوات طبعا هذا المفهوم يعني نشأ ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2016 يعني قررت أوروبا لا تقاتل على أرضها طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت بعد الحرب العراقية الإيرانية في ثمانيات القرن الماضي أن لا تقاتل على أراضيها كل الدول العراق بدأ يستقطع بالأرهاب يعني انظر ماذا حصل العراق مر به خمسة تنظيمات إرهابية من أخطر التنظيمات صح أي أنه عام الجدد وفرة السلاح فساد سهولة الدخول سهولة الحصول على هذا وفرة المال أنا باعتقاد البطالة طبعا العوامل الاجتماعية كل هذا الحرمان وإنفلات الأمني الإنفلات الأمني يعني الفساد كما ذكرت القوانين القديمة التي لا تجرم بشكل كبير وخطير أنا باعتقاد بعض الدول تدفع بالسلاح لكنها تستخدم الشاب العراقي كأدات للصراع من أجل تحقيق غايات كبيرة جدا وفي بعض الأحيان يحافظون على أمنهم القومي على حساب العراق أنه الشاب يكون وقود يبثل هذه الحروب اليوم رأيك إحنا ماضين حول حصر السلاح بيد الدولة لو إحنا حنستمر بهذه زومعة الميليشيات وانتشار الباجات وكثرة الأسلحة بيدناس ومخارج الحكومة حقيقة لحد هذه اللحظة لم يشرح أحد بهذا الموضوع لا موضوعة يعني حصر السلاح بيد الحكومة وأن أصل على هذا المفهوم يجب أن يغير وموضوعة الفساد لأن هناك عوامل جدبة لهذه القضية من قبل القائمين على أمرنا من قوى سياسية وأحزاب أو شخصيات متنفذة أو بعض الأصحاب النفوذ في داخل البلد هذا الأمر قد يعني يضعفهم كثيرا لأنهم يحتمون بهويتهم بالفرعية التي تكون من مجموعة مسلحة تحيط ذلك الشخص حتى يستطيع أن يستمر مع عملية الفساد وتطبيق الأجندات الخارجية ومن ثم يؤثر علىها يعني باعتقادي هناك أكثر من 80% باعتقادة حسب ما أراه أنا كمحلل ومراقب للشأن العراقي أكثر من 80% من القوى السياسية العراقية لا تريد أن تحتكم إلى الدستور وإلى القانون تريد أن تنفلت الأمر لأنه يدر عليها منافع كبيرة جدا يعني الموضوع ممكن حيستمر لفترة أكثر من الممكن أن ينمو أكثر ينمو أكثر أنا أتمنى طبعا أن هذا الموضوع يحل وأتمنى أن ينفع القانون وإيضا أن يتسرك عقوبات صار من اتجاه كل واحد يملك سلاح خارج الحكومة أستاذ جاسب حنون نورتنا اليوم شكرا جزائي دكتور مصطفى شكرا على الاستضاء شكرا لكم عزائي المشاهدين وصلت إياكم إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم انتظروني بالحلقة الجاية من برنامجكم حج عراقي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة